موجة جديدة من التقارير الإنسانية الصادرة عن منظمات أممية جميعها تحذر من تفاقم الأزمة الإنسانية في اليمن وانعكاسها على حياة المدنيين في بلد ألتهمته ألسنة الحرب تتفاوت أرقام الضحايا واحتياجاتها من منظمة لأخرى ففي حين طالبت الأمم المتحدة بتخصيص ملياري دولار بشكل عاجل لمساعدة 12 مليون نازح يتحدث برنامج الغذاء العالمي عن احتياجات لأكثر من 18 مليون شخص بينهم 14 مليون يعانون من أجل توفير الغذاء وضع المدنيين العالقين في مناطق الصراع جعل اللجنة الدولية للصليب الأحمر تعرب عن قلقها من وضع المدنيين المحاصرين جراء المعارك الدائرة في مدينة المخى ودعت اللجنة أطراف الصراع في اليمن إلى احترام قواعد الحرب والسعي إلى حماية المدنيين وقال منسق الشؤون الإنسانية للأمم المتحدة في وقت سابق إنما بين 20 ألف إلى 30 ألف مدنيين عالقون في المدينة فيما استمرت تحذيرات منظمة أطباء بلا حدود من صعوبة عملية الحصول على الرعاية الصحية في تعز ووضحت المنظمة أن عدداً قليلاً جداً من المرافق الصحية في تعز ما زالت تعمل فيما تخضع عملية الدخول والخروج إلى المدينة للقيود والمخاطر على المرضى والمنظمات الإنسانية على حد سوى وأضافت بلا حدود أن معظم المرافق الطبية في تعز أغلقت أو باتت تعمل جزئياً جملة من التحديات تواجه العمل الإنساني وتجعل أوضاع اليمنيين تزداد صعوبة مع مرور الأيام دون أن تلوح في الأفق أي بوادر لحل سياسي مقبول على المدى القريب